افتتح رئيس الهيئة العربية للتصنيع مختار عبداللطيف مصنع أتيكو للصناعات الخشبية التابعة للهيئة والذي يقع في الناطق العمراني لمدينة أبو زعبل بمحافظات القليبية إنجازات ضخمة تحققها الهيئة العربية للتصنيع في مجالات الصناعة وتحديث نظم وأساليب التصنيع بجميع وحداتها الانتاجية وتدريب وتطوير مهارات كوادرها البشرية وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 حيث شهدت الهيئة افتتاح مصنع أتيكو للصناعات الخشبية التابعة لها في مدينة أبو زعبل بمحافظة القليبية بننتج جميع المنتجات الخشبية من أساس مكتبي وأساس فندقي وأساس منزلي إحنا كلفنا من فخام السيادة الرئيس فسيادته كلف الهيئة العربية التصنيع لتأسيس المكاتب العاصمة الإدارية بالكامل وأسسناها الحمد لله بفضل ربنا على ثلاث مراحل جميع وزارات العاصمة الإدارية تم تأسيسها من الهيئة العربية التصنيع تضمنت فعاليات الافتتاح توقيع مذكرة تفاهم بين مصنع أتيكو للصناعات الخشبية وشركات أنتراس الرومانية العالمية وذلك بعد نجاح عمليات التطوير لمصنع الأثاث الخشبي داخل مصنع أتيكو وفقا لأحدث نظم تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والتوافق مع نظم الإدارة المرنة تبقى للمواصفات القياسية النهاردة نجحنا في توقيع اتفاقية مع مصنع أتيكو التابع لها العربية للتصنيع لتصنيع الأساس المكتبي والهيدرويك الغرض ليس فقط من التصنيع للسوء المحلي أو لمصر لكن هدفنا التوسع للتصدير للمنتجات من داخل المصر لصالح السوء الأفريقي والسوء الأوروبي أيضا للمنتجات المتقدمة بأحدث تكنولوجيا مع أنتراس المصنع أتيكو هو أحد المصانع التابعة لها العربية للتصنيع بالنسبة للصناعات الخشبية فكان مهم النهاردة أن نرفع هذا التطوير لأن نبدأ هذا التطوير من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بالنسبة للماكينات وكمان منهجات التطوير والتحسين للمستمر عشان نبقى زي بره بالظبط ما فيش أي اختلاف في الجودة أو في المنتج أو في التداول أو في السرعة الإنتاجية بتاعتنا لمضاعف التطاقة الإنتاجية وتوتين الصناعة في مصر هذا الإنجاز يأتي نتيجة لجهود متواصلة وعمل دؤوب وأفقار مبدعة من الكوادر البشرية حيث تضع الهيئة العربية للتصنيع خطة طموحة لتطوير جميع الوراش الإنتاجية وتطوير أليات العمل ونظم التصنيع ما ينعكس بصورة إيجابية على زيادة نسبة تصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة أحمد الحسيني التلفزيون المصري